بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا في جلساء حضرت النبي حذرنا ان احنا نفضل معاهم ونعيش معاهم وحذرنا ان احنا كمان ان احنا نتصور ان احنا نعيش معاهم بل امرنا بالاستعاذة منهم يعني تخيل ان في جليس حضرت النبي صلى الله عليه وسلم وهو حضرت النبي الله سبحانه وتعالى يعصمه من الناس والله سبحانه وتعالى خطبه وكان فضل الله عليك عظيم وكل الجمال وكل المدد ومع ذلك حضرت النبي يستعيز من جليسين ومع ذلك انا بلاحظ ان الناس حريصة ان هي تكرس الجليس ده اللي هو واحد من الاثنين اللي استعاذ منهم حضرت النبي صلى الله عليه وسلم واستعاذ من حيات تانية كتير بس الاثنين دولة بالذات ومع بلاحظ ان الناس حريصة ان هي تعيش مع الجليس ده حضرت النبي قال اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل لكن انا بلاحظ شيء غريب كل ما حاولت ساعد انسان على التغيير وخاصة في محيط الاسرة طبعا في الجلسات الارشاد الزواجي اجد الانسان ده وانا بحاول اساعده على ان هو يحاول ان يعيش حياته بطريقة افضل الاقي ناس كتيرة بقى عندهم ده غريب وهو شيخوخة القلوب ان القلب بقى شايخ تحس كده ان القلب بقى معجز القلب بقى معجز ليه ليه سميتش شيخوخة القلوب عشان بحس ان القلب بقى معجز يعني القلب بقى عجوز في حاجة اسمها ايه جددوا ايمانكم بقول لا اله الا الله تحس كده ان فيه ان اللي بيعيش تجديد الإيمان والعيش بلا حول ولا قوة إلا بلا قلب وقلب شاب وكأن دوات أحد تجليات إلا من أتى الله بقلب سليم أنا على فاكرة مش بتكلم على كبار السن أنا بتكلم عن شباب أتبا أقول لكم حاجة أنا بتكلم عن شباب بس بتكلم عن شباب ومرهقين كمان شباب ومرهقين وعندهم شيخوخة القلوب ونساء وكمان بنات وكل دول عندهم شيخوخة القلوب قلوبهم معجزة أنا بتكلم عننا تكلم عننا احنا بقى عندنا شيخوخة في القلوب بيجي سؤال بقى سؤال يبدو أن احنا مش عايزين نجاوب عليه بس هو لازم نجاوب عليه هي الشيخوخة دي جات منين جات منين إحساسنا بهذا العجز احنا استسلمنا لمصدر شيخوخة القلوب وهو العجز واستسلمنا للشيخوخة دي بسؤولة ليه بقول بسؤولة عشان كل ما قلت الحد تعالى نسلح حال بيتك أو تعالى أساعدك أن أنت تتجاوز مشاكلك قال أنا عاجز أن أنا أتواصل مع أولادي أنا خلاص فشلت وعاجز عن تغيير زوجتي وأنا عاجز عن تغيير زوجي هو خلاص اللي بينا انتهى على كده وأنا عاجز عن إصلاح الزات البين بني وبين أهل بيتي فأصبحت كلمة العجز شايفة كلمة ريجة أوي يعني كلمة موجودة وكأن الناس استسهلوا أنهم يصحبوا العجز وفي بعض الناس أقول لكم حاجة كده غليبة شوية حضرت النبي بيقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل حضرت النبي مش عايز يورد على نفسه مسألة العجز وكان بيستعيز منه في ناس كتيرة وده يمكن هو ده اللي بيخلينا أقول لك هو ليه كلمة العجز بقت ريجة بعض الناس نفسهم الأمراء في السوق قالت لهم خليك واضح خليك صريح فإن اللي حاصل فاعترف أن أنت عاجز لا 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 ده مالوش دعوة بالصراح ومالوش دعوة بالوضوح هو ليه دعوة بسماعك للنفس الأمراء بالسوق ولذلك لو عملنا محركات للبحث للقلوب أنا أجد أن من أكبر العبارات ومن أكثر العبارات اللي بيستخدمها الناس دلوقتي كلمات تعبر عن العجز على إيه على إلعجز في الأزمة الاقتصادية كمان زودت كمان إحساس الناس بالعجز بس هنا بيجي بقى سؤال سؤال والله بصدق حالة نبي بدأ الاستعاز من شيء يبقى هو بيقول لنا إن إحنا قادرين إن إحنا نوجهه هل العجز بقى بيجينا من خارجنا يعني العجز ده بيجينا من أشياء التي تحيط بنا يعني عجز بسبب الأزمة الاقتصادية والعجز بسبب كمان البيئة اللي محيطة بيا عجز بسبب العلاقات اللي بيني وبين الناس اللي ما بقيتش علاقات زي ما الناس بتقول علاقات ما بقيتش سلكة فالعجز ده جاي من خارجي فبيجي سؤال هو العجز ده بيجي من خارجنا ولا بيجي من جوانا أنا عايز أقولك حاجة أنا بحس لما بسمع قوله صلى الله عليه وسلم اللهم أني أعوذ بك من العجز والكسل أن العجز ده ما بيوصلش لقلوبنا والكسل ده ما بيوصلش لحياتنا غير لما احنا بنفتح له الباب وعشان كده لازم وإحنا بنجاوب على السؤال ده وننفذ أمر الله سبحانه وتعالى بل الإنسان على نفسه بصير ولو ألقى مع عذير إحنا بنعتذر بأن الظروف بقت حوالينا صعبة بس تعالوا نعمل تجربة إيه التجربة دي؟ أعمل معكم تجربة لطيفة قوي تعالوا نرجع الخطوطين وراء أنت كنت عاجز برضو كنت عاجز في أوقات كتيرة لكن أنت دلوقتي بتسمعني أنت عاجز لما كنت مش قادر تنجح في الدراسة ونجحت أنت كنت عاجز وانت مش قادر تكون بيتك وتتجوز وجوزت أنت كنت عاجز وانت عايز تتعلم السواء وتعلمت أنت كنت عاجز وانت في الابتدائية ونجحت أنت كنت عاجز وانت مش قادر تسدد ديونك وسددت واشتريت حاجات ودلوقتي عاجز أن انت تدفع أقساطه أنت كنت عاجز أن انت تراضي حد وقلبه انشرح وديك هو الشخص اللي كان زعلان منك للوقتي من زعلان منك ولا حاجة طب انت لو كنت عاجز إزاي تقدمت لغاية ما وصلت إلى النقطة اللي انت قاعد وبتسمعني فيها انت بتعيش إزاي وانت عاجز يبقى لازم نعترف أن العاجز ده بينشأ في قلوبنا الأول وبينشأ من ثلاث خصال سيئة وثلاث أبراد للقلوب إيه ده استنى كده انت بتقول إن العاجز بيجي من كوانة آه بيجي من كوانة بيجي من ثلاث صفات عندنا ثلاث حاجات وثلاث أمراض للقلوب بنستقبلها وبنعيش بيها الصفة الأولينية الهوان انت مش ضعيف لكنك أصبحت في حالة هوان لأن على فكرة احنا طول عمرنا ضعفاء وخلق الإنسان وضعيف لكن كلبة بقى مش قادر تعمل أي حاجة وعشان كده بقى الناس بتحس إن أي حاجة ممكن تحسسها بالإهانة بقى الناس حسسين جدا حتى لو ما فيش إهانة بس هو بقى حسس جدا جدا بيحس بالإهانة من كل شيء وما أن الله سبحانه قال ولا تهنوا يعني بلاش الهوان اللي احنا بنعيشه ده يبقى أول حاجة بتفتح لنا بقى بالعجز الهوان والهوان غير الضعف أنا ضعيف في جسدي لكن أنا من عمديش هوان الهوان ده من جوايا الحاجة التانية بقى الصفة التانية اللي بتخلينا نحس بالعجز وهم خليط كده خليط والعيز بالله خليط أنا بسميه الخليط الأسود خليط الغشاوة والحجاب على القلب أول حاجة الهوان الحاجة التانية الإحباط هل ده إحباط لأن الأمور حوالينا تعقدت وبقت الأمور مش سهلة زي زمان والظروف بقت صعبة وما بقتش زي زمان فبقنا بنحبط عشان الظروف بقت مختلفة وبقت أصعب الجواب لا هتلاقي أوقات كتيرة كانت الظروف اللي بيعيشها الناس قبلنا ويكوننا احنا بنعيشها كانت أصعب من دلوقتي لما تقعد في لحظة صدق مع نفسك كده تتحس أن الظروف اللي انت في عيشها دلوقتي أصعب من اللي انت كنت زمان لما ما كنتش عندك خبرة ولا ما كان عندك قدرة ولا كان عندك مائل ولا كان عندك كذا بس انت انت قررت ان انت تقف تقف ايه؟ تقف عشان تبقى عاجز تالت حاجة فقد الأمل بقى احنا خلاص ناس كتيرة فقدت الأمل وتركت حياتها تمشي من غير ما يكون عندهم نظرة ولا رجاء في الله سبحانه وتعالى التلاتة دولة لما نجمعهم لو جمعت التلاتة دولة انت هيأت نفسك للعجز واحنا دايما بنفهم فهم يزود عجزنا لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعاه فاحنا بنفهم الهاية دي ازاي بقى بنفهم قوله وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعاه يعني إيه اللي حاصل لا يكلف الله نفسا إلا ضيقها يعني إيه اللي حاصل النفس دي ديئة فاحنا بنديع على نفسنا طول الوقت لا ده المعنى الصحيح لمعنى الآية إيه هو إذا كلفك الله فهذا في وسعك فأنت ما تجيش تديق نفسك وتقول والله أنا مش قادر أنا مش قادر ومين اللي بتقولك مش قادر نفسك ولذلك لما نقرب من اللي استعاذ منه وحضرت النبي صلى الله عليه وآله قال يا سلم اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل فنبتدي بالكسل وإحنا فاكرين إن شوية كسل ما تبوز الحياة يعني يعني بنكسل عشان نداوي كآبتنا فنكسل شوية عشان إيه الكسل ده يضيع شوية ضغوط يبقى نعالج الكسل نعالج الضغوط بالإيه كتر الضغوط بالكسل وإيه اللي حاصل فنكسل فنفقد الشغف والأمل ونعجز فالكسل ما بيدويش أبدا ضغط الكسل بيزود الضغط وأي واحد سمعني دلوقتي ويقعد في جلسة صدق مع نفسه هيجد أن تركه للعمل أفقده الأمل تركك للعمل يفقدك الأمل ولذلك حضرت النبي قال خير العمل أدومه وإن قل ما تقفش عن العمل وعشان كده القاعدة عند أهل عند أهل الله وأهل العمل إن لو ربنا كلفنا يبقى دافه وسعنا وأنا بقول لك روح للتكليف على إنه تشريف هتلاقي نفسك بتتسع إزاي مثلا الناس عندهم أزمة ومع ذلك بيسعدوا غيرهم زي ما في قوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص ناس محتاجين بس هما ما عجزوش ما كسلوش فعشان كده إلا حاصل الله سبحانه وتعالى حضرت النبي يقول لهم إن الله قد قد ضحك من صانعكهم البارحة أنتوا عملتوا إيه قعدوا يمثلوا إن هما بيأكلوا وأكلوا الضيف فربنا رضي عنهم وأكرمهم عشان كده أنت بالفعل مخلوق أنت ضعيف بس أنت مش عاجز لأن العجز ده يجي من جواك أنت لازم تفرق ما بين العجز والضعف أنت ضعيف عشان تعرف فمعنى أساسي من معاني الحياة أنك بتعيش بلا حول ولا قوة إلا بالله نحن لا نعيش إلا بمدد الله سبحانه وتعالى يبقى العجز مش ضعف لكن العجز هوان وإحباط وفقدان للأمل يبقى إحنا مش عاجزين وإن كنا ضعفاء لكن إحنا بنستسلم لأنفسنا الأمر بالسوق فبتشعرنا بالعجز لما بتقول لنا إن إحنا عاجزين ولو كان العجز من خارجنا ما كانش ربنا سبحانه وتعالى أمرنا استعن بالله ولا تعجز ودي ليه على كده ناس كنا بنسميهم في زمن ما كناش عندنا فيه وعي كنا بنسميهم العجزة ودلوقتي لما فهمنا الحقيقة سميناهم أصحاب الهمم أكتر الناس اللي كانوا ممكن يحسوا بالعجز اللي فقط بصروا لكن أبهرنا لما حفظ لما حفظ وتعلم وأبدع حتى في التخصصات الضقيقة فأخجلنا من نفسنا فعرفنا إن العجز مش من خارجنا آه والله أهو لو كان العجز من خارجنا كنا شفنا ده بس أم أخجلونا أخجلونا بقريتهم وبنفسهم وبهمتهم العالية ورسخهم فإنه اللي حاصل فأخجلونا إحنا كنا بنسميهم عجزة عشان نبرر لنفسنا إنها تقول لنا مفيش أمل بس هم جددوا فينا الأمل أنا عايز أقول إيه إن العجز مش من برانا العجز من جوانا زي ما بنقول للناس إن الفقر مش فقر المال الفقر فقر النفوس وفقر فقر الفكر وعشان كده لو كان العجز ده حاجة ما تقدرش تعملها لو كان العجز ده حاجة ما تقدرش تدفعها ما كانش حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أمرك وقالك وقال لسيدنا عبد الله بن عباس استعن بالله ولا تعجز وعشان كده استعن بالله تجد وتجاهك قال كده سيدنا رسول الله عليه وسلم لسيدنا عبد الله بن عباس لو كنت أنت عجزك ده من خارجك ما كانتش ربنا وكان علمنا إزاي نقوم العجز وعشان كده إياك نعبد وإياك نستعين فإحنا بنعجس وعشان كده أكبر أكذوب النفس الأمارة بالسوب بتقولهن أنك بتشيل كل حاجة بنفسك وكل حاجة بإيدك لكن أنا بشيلها بمدد الله سبحانه وتعالى ولما دخل علينا التدين الكاميرا حمبوز الدنيا كمان أدخل علينا مفهوم غلط أننا لو عملنا العمل الصالح قلوبنا هترق وهتتطهر فييجي الناس اللي بدأوا يرجعوا ربنا يعملوا فما يحسوش بالعمل الصالح ويحسوا أن قلوبهم ما رأيتش فييجي حد يقول لهم أنتوا كدبين وإحنا على فكرة لما ما دقوش العمل الصالح قالوا لهم أنتوا كدبين إحنا مش هنعمل عمل الصالح تاني هو مين قال إن العمل الصالح هو اللي بيفتح لنا باب رقة القلب ده وصل ربنا ورضى ربنا عننا هو اللي بيفتح لنا مدد قلوبنا حتى اللي بيعمل عمل الصالح لازم يبقى عايش تحت مظلة إياك نعبد وإياك نستعين يعيش تحت مظلة لا حول ولا قوة إلا بالله فيستعين بالله مش بالعمل الصالح نحن نستعين بالله لا بالعمل الصالح العمل الصالح ده وعاء زي الكباة دي العمل الصالح ده زي الكوب كده بننتظر مدد ربنا فيه بننتظر مدد ربنا يسكب فيه في هذا الكوب ولزي كي وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون يبقى إيه اللي بيحصل بيصب لنا في هذا الكوب اللي هو العمل الصالح أول حاجة لازم نعرف إننا فقرة وضعفة وما نقدرش نعمل حاجة من نفسنا سواء كنا عجزة أو لا فانتبه أنت بالله انت مش هتخرج من عجزك بحولك وقواتك ولكن بحول الله وقوته وبلا إله إلا الله نعمل إيه بقى عشان نخرج بقى من مفهوم العجز ده اللي ما لقلوب الناس أول حاجة لازم جدد حياتك على الدوام بلا إله إلا الله عشان تعمل إيه تستصغر الدنيا وتعظم النعمة لحد ما تصل لتعظيم المنعم بلا إله إلا الله يبقى إلا حاصل لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة مسق الكافر منها شربة ماء يبقى إفضل قول لا إله إلا الله لغاية ما لا حول ولا قوة إلا بالله تتغلغل في قلبك فطرى الدنيا صغيرة فإن اللي حاصل أنا بقولك سيبي الأسباب وما تشتغلش وما تعملش لا شوف الدنيا صغيرة شوف كل اللي خلاك عاجز عشان أنت ما قدرتش تحصله شوفه يجي غيره ويجي أحسن منه وما فيش حياة يسمع الفرصة الأخيرة الله خزائنه ملأ سحاء الليلة والنهار فلا تحزن على مفاتك لكي لا تأسوا على مفاتكم ما تأساش على ده إلا حاصل وتستمر يبقى أول حاجة قل لا إله إلا الله واغسل قلبك وجدد إيمانك وجدد وصالك بالله بقول لا إله إلا الله بس يقول لا إله إلا الله بإحساس من يطلب المدد من الله وأنه لن يتوقف يعني ما فيش حاجة تعجزه يعني ما فيش شيء هيمنع ربنا من أنه يوصل مدده إلينا تاني حاجة اعمل أعمال صالحة صغيرة حتى ولو صغيرة في اتجاه حل المشكلة يعني أنا لو عندي مشكلة اقتصادية هزود دخلي ولو بشيء صغير واستمري فيه حتى هم قالوا كده في قوانين الإدارة قالوا في قوانين الإدارة هل يمكن أن يأكل خليل الفيل هل يمكن أن يأكل خليل الفيل قالوا أه بيقالوا كده يقطع الفيل إلى قطع صغيرة ويأكلها ويبقى إيه زي ما قالوا كده وأن بيس أتى طيب يعني نأكل قطع واحدة في وقت واحد واستمري في ده فلما استمر في ده إيه تحل المشكلة ولكنكم قوم تستعجلون يستجابوا للمرء ما لم يعجل قالوا وكيف يعجل يا رسول الله قالوا يقولوا دعوتوا فلم يستجب لي فإحنا لازم نداوم ولازم نعلم أولادنا المداومة دي زي أنت مثلا علاقتك مع أولادك علاقة مس سليمة ولا صحيحة ولا علاقة مش حسنة استمروا على أنك تقول لهم كلمة حلوة على طول على طول على طول هيجوا في لحظة يحسوا أن أنت تغيرت وتتغير العلاقة اللي بينك وبينه يبقى أول حاجة عيش بلا إله إلا الله بلا حول ولا قوة إلا بالله تاني حاجة داوم على الأعمال الصغيرة في اتجاه حل المشكلة وما توقفش عاجز لازم تستمر تالت حاجة خلي بينك وبين ربنا سر وما تقطعش الأمل أبدا في الله في كل صبح كل يوم افعل حاجة جديدة في خدمة الناس بأمان وبقلبه مطمئن وما تخافش اعمل خدمة كل يوم في حد من الناس وبقلبه مطمئن لأن الخدمة دي هالجزاء والإحسان إلا الإحسان الخدمة يعني إحسان وإنت لو أحسنت للناس ربنا يفتح عليك ويحسن إليك آخر حاجة ناجي ربنا كل يوم ناجي ربنا حاول تناجي ربنا وخاصة في الأوقات في الليل وخاصة في السحر عشان تحس بإنك أنت بتخرج من العجز إلى الافتقار الافتقار مش عجز الافتقار عز الافتقار فتح لأبواب الرجاء مع الله ناجي ربنا وخاصة في السلس الأخير من اللي يقول يا سيدي غلبت علي شقوتي وصدقت نفسي بأني عاجز وأنت سيدي وربي فكيف لا تغنيني وأنت وعدتني وقلت لي أليس الله بكاف عبده فأنا عبدك وبين يديك وسلمت أمري إليك وتمسكت بأهداب رحمتك ولا أعرف أحداً يعينني إلا أنت يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين سألتك بسر لأنني دعوتك وسألتك بإياك نعبد وإياك نستعين سبع عشرة مرة في الصلاة فاستعنت بك فيا موعين أخرجني من هذا الضيق واجعلني لك حبيباً يا رب العالمين أكرمنا ولا تهنا وأخرجنا من عجزنا يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين اجعلنا نعيش بأسرار لا حول ولا قوة إلا بالله وبأسرار أليس الله بكاف عبده بعد الفاصل يا سادة نلتقي عشان نجيب على أسئلتكم المباركة اللي وصلتنا على صفحتنا صفحة بنامج ولا تعسروا ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معانا صفحتنا صفحة بنامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها أسئلتكم المباركة وتفضل جسر من نور بينا على الدوام إن شاء الله ويفضل خيرها وبركتها بيعم علينا ونفضل نتلقى أسئلتكم وكمان اقتراحتكم على صفحتنا اللي بتزدنا اللي اقتراحتكم وأسئلتكم بتزدنا نور وبركة وتعالوا من بعض النور اللي وصلنا بعض أسئلتكم اللي هنجاوب عليها دلوقتي السؤال بيقول ما رأيكم رضي الله عنكم عن رجل ينطلق زوجته وبقوة السلاح مع العلم أنها دخلت عليه وأخذت البندقية ثم صوبتها تجاهه وقالت اختال طلاقي أو حياتك وطلقها خوفة إن هي تقتله هل هو طلاق أو كيف أنا مش أجاوب على المسألة دي لكن أجاوب بعامة على إن في حاجة اسمها إن الطلاق لا يقع مع الإكراه وشكل من أشكال الإكراه إن هو يخاف على حياته أو يخاف على حيات حد من أهله فإذا كان هو فعلا هي هددته بإن هي تقتله أو تقتل نفسها فطلقها وهو لا يقصد الطلاق لكن كان مستجيبا للإكراه ليه بقول لا يقصد ما ممكن يكون قاله والله العظيم في واحدة عايزة تموتني دي ويستي مش عقلة أطلقها لكن هو لا ده كان هو بيطلق مستجيب لهذا الإكراه لا لا يقع الطلاق لا يقع الطلاق ليه لإن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيانة وما استكرهه عليه خلاص فالطلاق مع الإكراه ده ما بيكونش طلاقا واقعا لكن أنا مش بجاوب على السؤال ده بخصوصه لأننا لازم أحقق في السؤال ده فيبقى إحنا جاوبنا على مسألة الطلاق مع الإكراه وده إكراه آه ده إكراه وإكراه كمان بيمنع الإرادة وهو الخوف على الإنسان فيبقى الخوف على حياته ويبقى ده إكراه لا يفقد الإنسان إرادته وبذلك يكون مانعا من ترتب الأثار على ذلك لكن إيه اللي أنا بقوله دلاتي بقول كده ليه بقول كده لأن المسألة دي إحنا محتاجين في مسألة الطلاق أن إحنا نسمع من الشخص المقدلق شوية تفاصيل عشان نقدر نفتي في مسألة الطلاق بعينها لكن إحنا أجبنا على مسألة الطلاق مع الإكراه ولابد إذا كان صدقنا وأخونا عايز يعرف حكم الطلاق ده لابد أنه يتواصل معنا مباشرة عشان نجاوب عليه السؤال التالي بيقول في حد قال لي أني ما ينفعش أقلع الطرحة قدام بنتي مسيحية عشان لو شافت شعري بتساوي واحد شاف شعري يعني كان واحد كإني واحد اللي شافني مش بنت فهل ده صح ولا غلط المختارة عندنا في الفتوى أني مسألة رؤية غير المسلمة أهل الكتاب ليه المسلمة كرؤية المسلمة ليه بقى لأن إحنا بنتكلم أن اختلاف الدين هنا لا يفرق في مسألة النظر ليس فيه فارق وهذا ما عليه جمهور العلماء من السادة الحنفية والسادة الملكية وراجح مدى بالسادة الشافعية وكذلك قول عند السادة الحنابلة فلذلك إلا حاصل لا وإنه ليس هناك فارق وحتى اللي استدلوا استدلوا أو النساء هنا فالنساء هنا فهل هو المقصود بي جنس النساء ولا المقصود بي نساء المؤمنين فالراجح عندنا إنه هو لأ ودوة عن عامل المرأة المسيحية كالمرأة المسلمة فيما يتعلق برؤية عورة المسلمة فيبقى كده ده القول الذي نفتي به سؤال بعد كده بيقول لو سمحت أخوي عنده 73 سنة ووقع من أسبوعين وعنده كسر في الفخر وهو حاليا في العناية الحارجة لأن القلب شغال بنسبة 45 فقط ربنا يزيحانه يا رب وكمان عنده تعب في الرئتين وكمان ضغط وسكر وأختي مسافرة تعمل عمرة ينفع تعمله عمرة لو ما كانش عمل عمرة آه ينفع تعمله عمرة لأن دوة بالضبط معضوب ولا يستطيع أنه يعني هو ليس عنده استطاعة صحية وإحنا عندنا السادة الشفعية بيجعله لقول تعالى واتمه الحج والعمرة لله جعله كذلك العمرة واجبة مع الحج فلذلك هو لو ما كانش عمل عمرة آه يجوز أن احنا نعمله عمرة وينفع آه حالته الصحية دي تجعل أن هو يستطيع أن يقوم أحدهم بالنيابة عنه في مسألة آه عمل العمرة طب واحد يقول طب هو مش العمرة مش لا يجوز النيابة في الأعمال البدنية عن السادة الشفعية آه بس هو في الحقيقة الحج مش عبادة بدنية فقط دعبادة فيها مال وفيها كمان عمل بدني فيجوز أنه يكون مكانه لأنه خلاص هو غير مستطيع لكن يمكن كمان أن واحد يقول بدل هو مش مستطيع صحيا يبقى خلاص ما واجبش عليه نعم لكن هو بيقول لي هل يجوز أن حد ينوب عنه ويقوم به بالعمرة عنه لحالات الصحية التي لا يستطيع معها عمل العمرة آه يجوز أنه يعمل كده ويعمل عمرة آه عنه إن شاء الله ويكون إن شاء الله وتكون إن شاء الله عمرة صحيح وإن كان هو ايه في هذه الحالة لأن الله سبحانه وتعالى من استطاع إليه سبيله هو لا يستطيع إليه سبيله يعني هو إن كان معه مال لكن ليس لديه الصحة ليس لديه الاستطاعة الصحية وعلى ذلك ولذلك لا يكون واجبا عليه أن يقوم بالعمرة لكن إذا حد عمله عمرة وهو في حالته الصحية هذه هل يكون هل تصح عنه نعم تصح عنه منذ فترة بعيدة السؤال البعد كده بيقول منذ فترة بعيدة تعرفت على فتاة وكان هناك نية لخطبتها ولكنها رسبت في أول امتحان إيه ده وأنت كنت تتجوزها ولا كنت اندخلها رسبت في أول امتحان وعندها وعندها قررت صرف نظر عن الموضوع ورسلت لها رسالة مع أحد صديقات مع مع أحد إحدى صديقاتي يعني إنه لا يوجد نصيب ونحن جيران وأخوات ليس إلا وربنا يا رزق نصيبك ومن بعدها بدأت بمعاداتي ذهابا وإيابا حتى وصل الأمر للبسق علي وأنا برفقة صديق لي ذهبت إلى والدها عند باب البيت وقصيت عليه ما حدث من ابنتي وأنا هنا لأرد عليك وتأخذ لي حقي وإذا بالبنت تأتي لتكمل وابل الشتائم وبدون رد فعل من والدها ففقد أعصابي وثرت جراء ما يحدث وتباددنا الشتائم من بعيد حتى وقع والدها مخشيا عليه جراء هبوط حد بالدورة الدموية أدت إلى وفاته ولم ألمسه وجميع الجيران رأوا ما حدث احسست بالذنب فسألت إن كان علي ذنب فقالوا لي إن لم تلمسه فلا ذنب عليك وهذا قضاء وقدر وبتقرير الطب الشرعي لا يوجد شبه جنائية السؤال على علي ذنب أو دية قتل خطأ الأمر هنا أمر شوية حتى بيبقى فيه تساؤل فيما يتعلق بما في الأساليب المعنوية في استخدام الأساليب المعنوية على استخدام الأساليب المعنوية هل يكون شيء من القتل احنا بنقول أنت ما كنتش اللي بيخليك تخرج من التبعات دي أن أنت لم تكن تتوجه بالكلام له يعني الشبه متى ستأتي ومتى سيكون هناك قتل خطأ لما يكون هناك فعل بد دي اتجهت بيه إليه أو يكون هناك فعل معنوية اتجهت بيه إليه وأنت تقصد قتله بس أنت في الحقيقة كنت بتكلم بنته وأنت بتكلم بنته هو تأثر باللي أنت عملته ده أنا طبعا هنا مش هقدر أقول لك غير الكلام الذي يتاح لأن أنت بتحكيه للقصة دي لأنه واضح بدل فيه طب شرعي هم رفعوا قضية يبدو كده إلا إذا كانت طب الشرعي داد جيه وقال بيتكلم عن سبب الوفاة يعني ولما دخل المستشفى كنا بنحاول نعرف سبب الوفاة أنت عليك شيء لا ما عليكش شيء على الكلام اللي أنت وصفته وخليني أعيد الكلام اللي أنت وصفته عشان أقول بدق أنت كنت بتتخلق مع بنته فهو تأثر بخناعتك مع بنته فسقط مخشيا عليه فسقط مخشيا عليه وبعدين دخل المستشفى ثم مات في المستشفى جراء ذلك الهبوط الحاد في الدورة الدموية سواء مات بمجرد ما هو كان قبل ما يروح في المستشفى أو مات في المستشفى فهو قد تأثر انفعلا شديدا باللي حصل بينك وبنته أنا حابب أننا أتكلم عن حاجتين أنا أمتلك خلاص أنت ما عليكش شيء بس أنا عندي أمر أهم من ده واضح يا سيدي أن العلاقة اللي كانت بينك وبين البنت دي وانت قلت أنها رسبت في أول امتحان انت واضح أن انت علقت البنت دي قوي ولما ما ينفعش يا جماعة قال العلم يتكلموا في المسألة من غير ما يتكلموا في هذه الحقائق ولازم نعرف طبيعة العلاقات في دي واضح أن انت علقتها جدا بيك وعدتها بوعود ومعرفش إيه اللي حصل بينكم فلحصل بينكم خليها تتعلق بيك بشدة وخليها لا تتصور حياتك بدونها وتصورت أن أنت غدرت بيها فلما أنت غدرت بيها وده تعرفوا البنات كويس أن هي بتحس أن بعد ما أنت خلتني فوت فرص وبعد ما خلتني كذا وخلتني كذا طبعا ده مش تبرير للي هي عملته أن هي تبسك عليك ولا أن هي تعمل ده كله ده كله لا أجوش شرعا وكل ده حرام لكن أن أنت تقول بقى تبرر بده أن أنت تقابل السيئة بالسيئة فربنا يعلمك درس أن في الحقيقة أنت لازم كنت تكون بصير على نفسك وتسأل نفسك يا البنت بتعمل كده معايا ليه أنا قد إيه أزيتها وقد إيه كنت لازم أكون أتعامل مع الموضوع بشكل تاني أنت خلتها رسبت في أول امتحان رسبت في أول امتحان وواضح أن أنت ممكن تكون رسبت في أول امتحان أن أنت شفتها عملت حاجة مش مناسبة أفشت سر عملت أي حاجة طب حتى إيه لو رسبت الرسب بيبلغوه بالنتيجة فالمسائل كانت لابد أن يبقى فيها منعال خواطر الناس أنت كسرت بخطرها آه كسرت بخطرها والدليل أهو واضح هي يعني كانت هيعة تتجوزك بالعافية أكيد ما كانتش هيعة عايزة تتجوزك بالعافية بس أكيد في حاجة وأنا ما ينفعش ما أقرأش اللي من بين السطور أكيد في حاجة حصلت خليتها تحس بكل الأحاسيس الصعبة دي فأنت لو كنت عايز تكون صادق وترفع الظلم عن نفسك كنت لابد أن أنت تبلغها فسخ الخطوبة بطريقة فيها جبر الخاطر لكن ما تجمعش إلى فسخ الخطوبة اللي هو هيكسر بخطرها كمان سوء الإسلوب فهي لما تيجي تعمل ده فهي أنت ممكن تكون تقدر أن هي إن اللي صاحب الحق مقالة يعني من حقها أن هي تعبر عن غضبها وكثير من البنات بتعتبر اللي بيعمل الكلام ده بيلعب بالبنات فاحنا عايزين نخلي الناس تستخدم الأسليب الحسنة في إنهاء العلاقات عشان يحصل جبر الخواطر عشان نخلص على فكرة ماذا الخزلان والإهانة والأحاسيس السلبية اللي بتحصل أنا شويتين تلاتة استغربت إن أنت طبعا الموضوع إن الرجل يموت بسبب الشجار اللي بينك وبين بنته لأن برضو أنا عايزة أفهم يعني أنت متصور إن أنت لما تيجي تقف قدام واحد وتهزق بنته قدامه أو تتخانق مع بنته قدامه وتسبها وتقول أنا ثورت هل دهت فعل الرجال ما كانش عندنا زمان الرجال بيعملوا كده يعني الرجال ما كانوش يعملوا كده مع النساء هي عملت معاك اللي هي عملته ده وإنت شكوتي إلى أبيها هي لو تكلمت مرة تانية ما تقوليش إن أنا ثورت عليها ثورت عليها وبتهنى قدام والدها فولدها يحس بالعجز فلما يحس بالعجز الرجل يوصل بيه الحال أنا ما أظنش إن المسألة كانت زي وأنا ما تكلم معك كده فولدها يحس بالعجز فيحس بالقهرة فيموت وتقولي إن المسألة كانت بسيطة أنت محتاجة تستغفر ربنا يا أخي محتاجة تتوب لربنا واضح إن أنت أزيت هذه البنت واضح إن اللي حصل ده ما كانش سهل واضح إن أنت محتاجة تستغفر ربنا آه صحيح إنت لا لك حد ولا عليك دي ولا عليك أي حاجة على حد كلامك إنت لكن إنت محتاجة تستغفر ربنا على الطريقة اللي إنت أنهيت بيه علاقة وكسرت بخاطر حد وروح تمكملها وهزعت بنت قدام أبوها لدرجة إن أبوها تقهر ده كلامك اللي إنت قلتولي ده واضح إن ما كانش فيه رحمة وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أنا ما قدرش أخفي إن تفصيل العلاقة دي وإن كان فيها أحكام فقهية لكن فيها كمان معاني تربوية يا أخي إنت اللي إنت عملته مع بنت الراجل لو على حد كلامك كده اللي إنت عملته مع البنته قهرته يا أخي ولا شك إن ممكن يكون إنت أفشيت أسرار وعملت شوية أشياء خليت الراجل تقهر فأنت لازم تراجع نفسك إنت بتقول إن أنت ملمستوش وكأنك بتكلم على ماذا على إنك إنت ما قتلتوش يعني ما ضربتوش بأي حاجة ما عملتش أي فعل مادي يجعله يموت وأنا بقولك بدل كلامك كان متجهم للبنت وهو مات متأثرا بهذا الكلام دي مسألة تتعلق بي لإن أنت كنت بتكلم بنته لكن لو كنت بتكلمه وكنت بتضغط عليه بتضغط عليه بتضغط عليه بتضغط عليه بتضغط عليه وإنت قصد تقتله الكلام ده كلام تاني لكن إنت بتقول إن ده ما حصلتش يبقى إنت معالكش اسم معالكش اسم القتل معالكش دية القتل أنت ما قتلتوش قتل خطأ لأن أنت كنت بتكلم البنت بس أنا أتكلم عليك سماتك أنت سماتك الإنسانية أخلاق كيف ستلقى حضرة النبي بمثل هذه الأخلاق اللي ما فاش رحمة أنا آسف يعني محتاجة تتقل الله سبحانه وتعالى وتتوب إلى الله وقد تكون في لحظة من اللحظات محتاجة تعتذر للناس لازم أنت تخلي بالك لأن ده أنا آسف يعني ده مش من عادة رحماء ولا من عادة أصحاب مكرم الأخلاق إدارتك للمسألة دي واضح أن فيها جزء كبير انتقام واحدة عملت حاجة يا أخي مع أسائط الأدب تروح أنت رايح وتبلغ أبوها بالليه عملته وأنا إيش عرفني إيه الأسرار اللي أنت قلتها لأبوها فتيجي البنت فتكمل المسألة وتثور عليها ومش عارف أنت عملت معها إيه يخلي الرجل يموت بعد كده تجي تقول لا أنت لا محتاج أن أنت تستغفر ربنا وترجع تاني مسألة تسكيتك لنفسك أنا بساعدك على جلد كنزاتك لا أنا بساعدك على أنك أنت تزكي نفسك وترجع للأخلاق المحمدية مرة ثانية أخلاق حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ليست كذلك والله أعلم لأن أنت في الحقيقة الظرف ده ظرف جلل يعني ده موقف ما بيمنرش علينا كتير في مسائل خطبة أن في حد بسبب فسخ خطبة خطبة بنته يموت فعشان كده أنت محتاجة تراجع عن نفسك شوي أنا مش بحملك أي إثم ولا بحملك أي أثار بس أنا بحملك أن أنت تحتاج إلى أن تزكي نفسك يا رب الهمنا التوفيق والسداد وجعلنا يا رب من أهل الطاعة ورب رحمة وبركة تنصرها في قلوبنا إحنا محتاجين لرحمتك يا رب محتاجين أننا نكون أرق من كده قلوب محتاجين أننا نتخلق بأخلاق السيد المحبوب صلى الله عليه وسلم محتاجين أننا نطهر القلوب من الانتقام والغل والحسن محتاجين كمان أنت تكون عوننا يا رب ونرى عونك يا كريم حتى نذهب عن العجز بعيدا إلى رضاك ونعيش في حماك ونعيش في حصنك بأنوار أليس الله بكاف عبده وبأنوار لا حول ولا قوة إلا بالله يا رب ألعبنا أن نتيقن من دوام ماددك حتى نعيش في الرضاك ونعيش في حماك وندقل يا ربنا حضرة قدسك فنتزوق حلاوة نظرك الدائم إلى قلوبنا فلا نعجز بل نقبل عليك في كل نفس من أنفاسنا عندما نذوق حلاوة أنك يا ربنا كتبت على كل نفس من أنفاسنا ونفخت فيه من روح يا كريم يا حليم يا ودود اجعلنا نذوق توددك في كل وقت وحين يا رب العالمين اشتركوا في القناة